أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين بمقتل امرأة وطفلين في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان كان حزب الله اللبناني قد استهدف مدينة صفد شمال فلسطيني المحتلة بعدة صواريخ ما أدى إلى مقتل مستوطنين وإصابة سبع آخرين منهم خمسة بحالة خطرة وفق وسائل إعلام إسرائيلية هذا وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان استهدفت مقر قيادته في الشمال والواقع في مدينة صفد وأوردت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد ثماني صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد مشيرة إلى أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصف المدينة وأن القبة الحديدية قد فشلت باعتراض الصاروخ الأخير وأشار إلى أن أحد الصواريخ أصاب مبنى بشكل مباشر أمتها؟ أمتها في قصود متجابه مبّا يريد أن تشتين في قصود المواصل لكي مدينة صفد مشاره أمتها في قصود المعكين Pomенной المواصل بكم شكرا